موسيقى برضو مية عندنا خط صغير مش مؤدي البلد وهنا عندنا ناس تعبانة مش قادر يجيب عددات عايزين عددات عايزين خط مية عايزين خط مية احنا هاداك محتاجين مية هنا الخط هنا ضعيفة عندنا في البلد والمية ضعيفة جدا فمش لقيين هنا مية فاحنا بنشط حاملة سكيا الماء ان هي توصدنا مية هنا في البلد والزوادين على الخط شوي المية بتاعتنا عليلة خالص نروح نجيبها من اخر الدني بتجيبه مع ازاي؟ بينجيبه مية في جنات ازاي دي من اخر الدنيا اللي عنده عمرة بيجيب واللي مهاندلهش بيجيب على رأسه اقرب مكان عشان يوفر الانسان هنا الماء البيته حوالي كيلو ونص او اثنين كيلو وتخرج النساء ممكن ناس هنا تكونش عارف انو بتجيبهم وايا highlights على بعد كيلو ونص اوتنين كيلو محاول يملاح حج الحريم محاولي研دا الحريم ميلي بيروح يملأ الحريم وفو عندها الحريم مفيه غير الحريم يملو ازاي بقى؟ يملو البقل مع اي جامع من عنده حجار من مع اي مكان فيه ميا نجيب منه ميا الناس مفروض تروح تملو الميا على بعد قدية تقريبا على بعد تقريبا كيلو اثنان كيلو يعني بيطعبوا وعندنا الحريم بتتعب فعلا في الميا فيه الناس مش قادر تدخل عداد وبيقولك العداد بيجاب بستة الاف جنيه دلوقت يجب الى 6 ألف جنيه ملالا ديكة العداد ممليش طايبة جا دكة العداد ممليش طايبة جا دكة العداد وفيه ناس عبانة مش رايدة لدكة وتعبانين في اللي ميا اللي وعندوش أصلة مية بيجيب ميا منين يمشي حوالي كلو نص إثنان كيلو لما جيب ميا إحنا عايزين نوفر هذه المعاناة على الناس وطبعا الأجر في سقي الماء معلوم في القرآن وفي السنة يكفي أن الله تبارك وتعالى غفر لرجل سقى كلبا كان يمشي في الصحراء فما بالكم بتوفير الماء للبشر للناس لأصحاب الحالات والأعذار سلبنا توصلنا لأموية ونشرب أموية حلوة ويجعلكم مبروكين ويفقكم شر المتخب ولاد الحراب وربنا ليك فيهم سوى المرض ووضعهم في ميزانة حسناتهم الخير ده في ميزانة حسناتهم برضو اللي يعمل خير هليه خير عشالنا استعبانا هنا اللي يعمل خير هليه خير عشالنا استعبانا هنا